تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل مكون ذلك في إطالة تشاور المستمر ما بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن تصعيد في قطع غزة حيث تبادل الرئيسان وجهة النظر بشأن التطورات الأخيرة واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفورية لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع مستعرضا الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجنب وقد اتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلولا عاجلة للأزمة الجارية وتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين